محمود تريزيجي النهاردة في وسط الملعب قبل ما نروح للكبيرة بتاعت مصطفى محمد وصلاح دي وافهم عملها ليه تريزيجي لعب 8 لعب في وسط الملعب ودي ده مكان لعبه مع النادي الأهلي حتى لو من 87 سنة بس هلعبه قبل كان تلاعبه بقى في وسط الملعب ناحية اليمين ولا تلاعبه ناحية الشمال ويعمل جبهة مع مرموش وفتوح لا هو أولا ما ينفعش الجبهة مع ثلاثة يعني هو كتير وبعدين الجبهة مع ثلاثة بأداء قريبين كلهم من بعض يعني مرموش بيعتمد على السرعة وعلى الاختراق تريزيجي نفس الموضوع فتوح مهاريا أعلى شوية فبالتالي عنده دريبلين كويس إنما إنك أنت بتقفل إنك بتلعب بواحد ناحية الشمال بيقفل على فتوح ورايح فهو في الآخر ما فيش الجبهة إنك أنت يكون فيه والتاني عكسه يعني لو مرموش يدخل جوه فتوح من برا فتوح من جواه هكذا فإنما أكيد أكيد إن التوظيف اللي عيبي بشكل عام وشكل الخططي طبعاً إحنا ما كناش موجودين قبل المتش في المحاضرة ممكن كان فيه تعليمات معينة إن لما صلاح يروح لبرة مصرفة محمد يدخل لجوه فبالتالي فضي مساحة ممكن معرفة إن صلاح بيلعب على المساحات الفارضية ورا المدافعين فبالتالي حطه هنا عشان خطر يقدر يخترق يمين وشمال ممكن مرموش بيدخل ناحية بيدخل بيكمل كمهاجم ثالث مع مصرفة محمد مهاجم من ناحية من ناحية يمين وصلاح في النص ويترزيجي وراهم ممكن بس الأداء بشكل عام طيب ممكن أهمش مع حضرتك وده كلام فعلاً منطقي يعني ممكن هو في النهاية المدرب بيفكر وعنده فكر وعايز يطبقه طبعاً ما حصلش خلص خلصنا من الشغط الأول بكل الأخطاء والكوارس اللي فيها صح عكي عكي جينا شغط التاني لا لا أخبطت اللي أخبطت يعني أنا دلوقتي طلع أكرم طيب وأنا خاصة نوحد سفر يعني أنا بكلم طبعاً بفكري التدريب الحالي يعني لو أنا مدرب أو لو أنا دلوقتي ماسك متعب والله يا كبت النادر مع كامل اللي احترامنا حضرتك وطبعاً شاء الله تبقى من أجمد المدربين اللي في مصر بس ده حتى الناس اللي بيفراجوا بالزبط يعني همش مع لا أنا بكلم على حاجة تدريبية كمان أنا دلوقتي خسران وهم ما بيلعبوش غير مهاجم واحد معاي يعني هم بيلعبو بتلاتة وراء المهاجم أو أربعة وراء المهاجم وطبعاً لأن كان بس هو ما بيلعبش غير مهاجم واحد طيب ألعب أربع مدافعين على مهاجم واحد طيب ما هو خلاص خرج أكرم ولعبت محمد عبد منعم خلاص أنا بيلعب بتلاتة مدافعين ما أنا ممكن أقل بالطريقة لتلاتة اربعة اتلاتة قلت كده الله بزراب يعني أنا قل بالطريقة كاللي بقى عليمينت ريزيجي وفتوح الشمال واتحرج بزراب وليه أنزل آيمن أشرف طيب ما أيمن أشرف كمان هو سرد باك ولعبه باك لفت فبالتالي بلعب بأربعة مدافعين ليه طيب ما أنتك فاية تلاتة مدافعين ما هم لعب منعم والوينشي وحجاز التحديهم يعني حتى هتلعب بليبرو عشان التغطيات اللي ورا السرعات اللي بتشوفها يعني اللي هو الفكر اللي من زمان قود وتلعب بأربعة في نصف ملعب بدأ ما تنزل أيمن تنزل يا رمضة عمد لا أو تنزل تزيزو عشان عنده سرعات عشان يقابل الراجل اللي هو راحت شمال فتقابل زيزو تنزل زيزو وبأزيزو وحمدي ونني وتريزيجيه وعمر مرموش وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه يعني طبعا فهو ده اللي كان ممكن يحصل صح إنما أنا نزل رمضان صبحي وعلى فكرة لو هو عمل حراك بتقوله ده ما هيتقال عليك برضو مدرب عبكاري وشاطر وفكرت وعملت حاجة خارج السندوق الكوتشي كويس هو اللي بيقدر يعمل تغييرات جواد تيم وبعكاية دعم من بره فأنت تقدر تدعم جواد تيم يعني ما حصلش لا ما حصلش نزل زيزو وقلنا يا فرج الله والحمد ولله زيزو نزل يعني ما ينفعش زيزو الأركام بتقول إيه إن منتخب مصر على مدار المباراة عمل عشر عرضيات منهم ستة لزيزو في ربع ساعة ستة لزيزو في ربع ساعة ما رحتش الولى واحدة فيهم يعني ما كانتش ولا واحدة فيهم لحد صح صح مع أصلا في الآخر أنت راجل بتلعب أربعة ثلاثة ثلاثة أو أربعة ثلاثة ثلاثة يعني عندك لعب مهاجم رقم تسعة هو المحطة الأساسية بالنسبة لك ما بيخرجش بره الثمانتاشر علشان في الآخر يبقى محطة اللي جاي من العمق أو إن هو بيلعب على الكروس لو فيه كروس من بره الملعب طب كمان تخرجوا طب محمد صراح ما بيستلمش يعني عنده مميزات استخدم مميزات إن هو بيستلم من بر الجوه عنده السرعة بيستلم في المساحة إنه ما بيستلمش قولي الأول لما صراح يستلم وفي ظهره حد صح ففي الآخر هيعمل إيه صراح؟ هيحطها للجاي طب ما اللي جاي ده ما بيجيش أصلا لا قم استغلال الناشم كانت صراح بزرط يعني لو أنت جايب صراح عشان تخليه هو اللي بيسند يبقى مصيبة بزرط بزرط الحقيقة فيها عالم صفام كبير أول ترجمة نانسي قنقر زمotypes